يتعقد الوضع السياسي في عدن ويزداد تأزماً ومعه تتعقد ملف الخدمات ويغيب العمل الحكومي والمؤسسي في العاصمة المؤقتة صيف ساخن يضرب المدينة الساحلية ويزيد من معاناة السكان كل يوم تفقد عدن رابطاً آخر بالحياة الحضرية وتعود بخطوات متسارعة إلى الوراء يغيب القانون وينفلت الأمن ويزداد حوادث القتل وتقل الخدمات الأساسية ويكثر أعداد من يحتاجون إلى المساعدات الغذائية العاجلة وكذلك المرضى المحتاجون للرعاية الصحية يتعاظم أعدادهم ويطول ليل المدينة المليء بتأففات الناس وأنينهم في الجانب الآخر هناك من هو مشغول بحاجة واحدة يفكر كيف يرمي الفشل على الطرف الآخر ويبرئ نفسه الانتقال الباسط نفوذه وسيطرته يتهم الحكومة بالتقصير وأنها تستخدم ملف الخدمات أداة ضغط عليه بينما تقول الحكومة إن الانتقال صعب من عودتها وممارسة أعمالها من الداخل وأنه يستحوذ على إرادات المحافظة ومؤسساتها التشغيلية والخدمية في الوسط من هذا الحديث يستعر الناس بالحر ويصرخون من العوز والفاقة يتظاهرون ينددون ويستنكرون والكل يصم آذانه ويبحث عن مزيد من المبررات لفشله ترجمة نانسي قنقر